هستو تيكنيك تقنية الأنساب يعني العلم الأنسجة هو الدراسة الميكروسكوبية للأنسجة الطبيعية أو النورمال تيشو في الجسم يعني المعنى الكلمة مقسمة إلى جزئين هستو معناها تيشو أو نسيج واللوجي معناها ستادي أو دراسة إذن هي دراسة الأنسجة أو علم دراسة الأنسجة كوين باي ماير في 1819 الدراسة هذه أجريت عن طريق العالم ماير في عام 1819 هستو باثولوجي مين ساينيس أو في ستاديينج ستراكشلال تشانج يعني هو العلم اللي يدرس لي التراكيب أو التغيرات التشريحية إذن الهستو تكنيك أو دراسة الأنسجة أو تقنية الأنسجة هو دراسة التغيرات المرضية التي تطرق على الأنسجة أثناء المرضي الهستو تكنيك أو تقنية العلم الأنسجة تهتم بتحضير ومعالجة وتحضير الأنسجة بحيث إنها بشكل يسمح بتحضيرها من أجل الدراسة المرضية الستاتسفكتوري ستادي أو دراسة الأنسجة المرضية فيها الهستو تكنيك إذات برينش أو بايولوجي كونسرند ويد ديمونستريشن أوف من تيشو ستراكشور إن ديسيز يعني هذا العلم يهتم بدراسة أيضا التراكيب التشريحية الدقيقة للأنسجة خلال المرض الهستو تكنيك هنا عندي هذا العلم ينطوي أو يحتوي على العديد من التكنيك أو التقنيات المستخدمة من أجل فحص الأنسجة فمن ضمن هذه التقنيات واللي بإذن الله حنتطرق لها في خلال دراسة المادة البرافين أمبيدينج تكنيك أو تقنية استخدام البرافين أو تدفئة البرافين البارلودين أمبيدينج تكنيك وهي أيضا تقنية خاصة باستخدام مواد مدفئة الإكسفلوتيف سايتولوجي والفاين نيدل إسبايريشن والفاين نيدل إسبايريشن في سايتولوجي وفي بايوبسي يعني هنا الدراسات حول السايتولوجي أو دراسات حول الخلية بيأخذ عينة الإسبايريشن أما تكون من الخلية نأخذ عينة من السائل البين خلوي أو نأخذ بايوبسي خزعة من هذه المنطقة الجراوند سيكشن الفروزين سيكشن هذه تهتم بدراسة قطاعات من النسيج أما تكون نورمال يعني في حالتها طبيعية أو فروزين مجمدة الأميونوهستوكوميستري هي عبارة عن الدراسة تختص بدراسة الحالة المناعية الكيميائية المناعية للنسيج الفلورسينس تيكنيك باستخدام بعض المواد تقنية تعنى باستخدام بعض المواد أو الأصباغ لتعطيني ألوان أو أصباغ مشعة زي صبغة الفلورسينس التيشو مايكرو أريي أو تقنية الصفيحة المضيئة لتتكون فيها مجموعة من البقع والموليكولار تيكنيك الموليكولار تيكنيك زي التقنية التقنيات الجزائية زي الPCR ودراسة الRNA والDNA داخل تركيب الأنسيجة زي الريال تايم بي سي أر والكونفينشنال بي سي أر هنا قبل ما نتطرقه للهيستو تيكنيك أو التقنيات المستخدمة في دراسة الأنسيجة لازم نعرف السافتي إنلاب ما هو السلامة في المختبر شن الخطوات السلامة اللي نتباحها The lab should be will eliminate and will ventilated يعني المختبر المفروض يكون أو مختبر علم الأنسيجة المفروض يكون فيه تهوية جيدة وإضاءة جيدة Limit set by the الملاحظات أو بعض القواعد اللي وضعت بواسطة Occupational Safety and Healthy Administration اللي هي منظمة السلامة وصحة المهنية The OSHA That should not be existed يعني المفروض إننا لا نتركها أو لا ندحها This limit should be revisited and revived to reduce Use may أو أني مشد أو مشاب أو المفروض إن يتبع الإجراءات المنظمة السلامة والصحة المهنية لتجنب أي خطر أو أي مشكلة تحصل لي في المعمل أو أي نسمو فيه المشاب أو الحوادث أيضا عندي check the sharpens أو الأشياء الحادة of scalpel and scissors اللي هنا نبي نراقب الأدوات الحادة في المعمل زي المشارط والمقصات and quality of other ons like roller أو مراقبة جودة بعض المواد زي الرولر أو المصطرة المستخدمة في قياسات الأنسجة والpurpose اللي هي الpurpose whining أو قياسات الأوزان المشين الأهلات المستخدمة في قياس الأوزان داخل المعمل هذه كلها أدوات مهمة داخل المعمل الأنسجة لازم نراقب جودتها وفعاليتها كل الأدوات المستخدمة في المعمل العلمي الأنسجة كل الأدوات المستخدمة في المعمل العلمي الأنسجة regarding its use يعني تحتوي أيضا على قائمة مكتوبة على كل جهاز تتحدث لي عن طريقة استخدامه أو استعماله في عندي أيضا المواد اللي قابلة للاشتعال may only be stored in a providrome يعني المفروض يتم واضحة في أماكن خاصة أو حجر خاصة and only in storage cabin that are designed for the purpose يعني توضع في كابينات أو حجر خاصة مخصصة لحفظها لمنع الاشتعال في عندي fire safety equipments including يعني الإجراءات السلامة الخاصة بالأشياء أو المواد المشتعلة لازم إنها تعنالي أو تهتملي بوجود عدة أشياء زي fire extinguisher اللي هو الطافئات أو مطافئ الحريق والfire blanket اللي هنا البطانيات اللي تطفي الحريق والfire should be within easy access يعني هنا المنبه للحريق مفروض يكون متوفر وسهل الاستخدام a shower and eye wash should be ready أو readily available يعني المفروض يكون متوفر فيه عندي الغسول العين والشاور أو الدوش اللي مستخدم لغسل العين أو غسل الأماكن اللي تعرضت للحريق no smoking eating or movement in the lab يعني مراعاة عدم الأكل والشرب وكثرة الحركة في هذه المختبرات لأن الشغل فيها دقيق use disposable gloves تعمل القفازات ذات الاستخدام الواحد حتى نتجنب التلوث the specimens accessioning أو عملية تجميع العينة هنا عندي the tissue specimens received in the surgical pathology laboratory have a request form يعني العينات المرسلة لمختبرات الأنسجة أو المختبرات الأنسجة أو جراحة الأنسجة المرضية تكون هذه العينات المرسلة عندها ترسل معها قائمة في شكل request form أو في شكل طلب that list is the patient information and history along with a description of the site of organ يعني تحتوي على اسم المريض والمعلومات الخاصة به والhistory أو التاريخ المرضي له مع إضافة وصف للعضو اللي أرسلناه أو النسجة اللي أرسلناه من أي عضو في أجة The specimens are accessed أو يتم إرسال هذه العينات by giving the أو them a number that will identify each specimens for each patient يعني إعطاء هذه العينات كل العينة منها نعطيها رقم ليوضح لي الرقم هذا اسم المريض نحط الرقم على العينة ونحط المعلومات الكاملة عن المريض ويكون مدونة أيضا عندي فيه سجل فيه الرقم واسم المريض حتى نتجنب أي خطأ هنا containers أو الحاويات اللي ينحط فيها أو تنحط فيها الأنسجة ممكن زي ما شايفينها تكون أما بالشكل هذا containers العادية المعروفة في lab أو تكون زي container اللي شايفينها لتحت حجم مربعة أو خاصة بنقل الأنسجة أو عملية هنا تحذير الأنسجة أو تحذير عينات الأنسجة Tissue remove from the body يعني هنا نأخذ قطعة من النسيج أو عملية التشريح للنسيج ترسل هذه الأنسجة أو الأنسجة التي تأخذ من الجسم من أجل diagnosis Diagnosis arrive in the pathology department يعني يتم التشخيص لها في وحدة أو قسم البثولوجي أو قسم علم الأمراض and are examined by pathologist تفحص بواسطة عالم الأمراض أو pathology assistant أو اللي هو مساعد عالم الأمراض أو طبيب الأمراض بالإضافة إلى pathology resident أو المؤخصائي في علم الأمراض The gross examination consists of describe the specimens and blessing all of part of it into small plastic cassettes يعني يتم إرسال عينات الأنسجة إلى مختبر أو pathology department عن طريق أخذ قطعة من النسيج وضحة في small plastic cassettes يعني فيه شريط صغير من البلاستيك من أجل حفظها with hold the tissue while it's began processed to a parapher تبدأ عملية حفظ هذه القطعة من النسيج بمعالجتها بالبرافين ليشكل لي ما يعرف بالبرافين block أو قطعة القطعة أو البار من البرافين محتوية على النسيج initially في البداية ممكن أني نحط قطعة النسيج لو ما بيش نفحصها على طول أو ما زال فيه وقت طويل على بال ما وصلت للمعمل ممكن أني نحطها placed into a fixative المواد الحافظة when a malignancy is suspected يعني لو شكيت أنه فيه إصابة خبيثة أو ورم خبيث في النسيج then the specimens is often covered with ink يعني العينة النسيجية لازم نغطيها بالإنك أو الحبر in order to mark the margin of the specimen من أجل تحديد هوامش العينة أو إعطاء الشكل العينة عن طريق الحبر عندي different color ink can be used to identify different areas of needed يعني في ألوان متميزة أو كثيرة من ألوان الحبر المستخدمة لصبغ العينة النسيجية اللي نشكوا فيها إنها ماليق نانسي أو فيها ورم خبيث هنا عندي أيضا ال win sections are made and brushed يتم إعداد ووضع العينة النسيجية وإضافة الحبر عليها the ink will mark the actual margin on the slide يعني المفروض الصبغة تتخلل أو هذا الإنك أو الحبر يتخلل كل القطعة النسيجية حتى لما نحطوها على سلايد من أجل فحصها تكون الماريجن أو الهوامج لهذه القطعة النسيجية واضحة عندي هنا زي ما شايفين فحص للنسيج الفحص طبعا المايكروسكوب يختلف عن المايكروسكوب العادي هذا هيستو مايكروسكوب خاص بعلم الأنسجة أو دراس الأنسجة الفحص أيضا يكون فيه ممكن يكون في البتري ديش أو الأطباق البتري الواسع من أجل أن تتسع القطعة النسيجية بالإضافة إلى stand أو different stand أو الصبغات المختلفة لصبغ النسيج المعدات المستخدمة في مختبر تقنية الأنسجة هذه المواد طبعا الصور لهذه المواد كلها موجودة في المذكرة وهي تمثل الأشياء أو الجزء العملي اللي يطبق في العمل في هذه المادة أو سيتم دراستها في الجزء العملي فعندنا الودن سباتيولا اللي هي السباتيولا أو نسمو فيها الملعقة الخشبية أو الأجسام قطعة الخشب المستخدمة في التحريك البرافين أوفين هو فرن البرافين والسلايد وارمر هو جهاز استخدم لتدفئة الشرائح من أجل تشفيفها المايكروتومي هو الجهاز الرئيسي والمهم جدا في علم الأنسجة أو تقنية الأنسجة لأنه هو اللي مختص بتقديع الأنسجة ويسمى أيضا بمشراح الأنسجة التيشو فلوتينك باث هنا عندي حمام التعويم الأنسجة والكوبلين جار هذه الجارز أو الزجاجية المستخدمة في عملية السبق حنشوفوا جزء منها سلايد تري و سلايد كاريور هنا عندي حافظة خاصة بالسلايد أو الشرائح و عندي حامل خاص بالشرائح والاوتوميت تيشو بروسسر هنا عندي جهاز تحضير الأنسجة أو معالجة الأنسجة الكهربائي طبعا معالجة الأنسجة في ماشين بروسسنج ومانيوال بروسسنج يعني معالجة آلية و معالجة يدوية المايكروسكوب و المايكروسكوب سلايد هذين كل الأجهزة اللي حنلقيها في الهستو تيكنيك لابوراتوري هذه جزء من الأجهزة اللي حكينا عليها الآن الودن أو الأعواد الخشبية السباتيولة المستخدمة في التحريك من اليسار طبعا باينة الأوفين تحتها مباشرة اللي هو البرافين أوفين المستخدم في استخدام تصليب البرافين أو تسخين البرافين عندي الجار اللي شايفين فوق اللي هو عبارة عن قطعة زجاجية مستخدمة تستخدم في الصبغ تضع فيها سلايدات وتضع عليها الصبغة اللي تحتها مباشرة هنا عندي الكاريورز أو تري اللي هن حوامل أو حافظات سلايد في تحتها أيضا في التيشو بروسينج اللي هو الآلة اللي فيها أو الماشين اللي فيها مجموعة من القطع الاسدوانية هذه جهاز معالجة التيشو أو الأنسجة اللي فوق بكل على اليمين هو جهاز المايكروتومي أو المشراح اللي قلنا مهم جدا في الهيستو تيكنيك اللي تحتها هو الفلوتينج باث أو عبارة عن جهاز تعويم الأنسجة أو الحمام المائي الخاص بتعويم الأنسجة steps in histotechnics أو الخطوات المتبعة في المختبرات النسجية من أجل معالجة بريبيرينج وبروسيسينج للأنسجة أول شيء الفكسيشن التثبيت الخطوة اللي تليها declassification أو عملية إذابة التكلسات في بعض الأنسجة الصلبة if required يعني لو اضطررنا لها في بعض الأنسجة الصلبة زي الأنسجة العظمية الprocessing and embedding المعالجة والتدفئة والsectioning تقطيع الأنسجة وتقسيمها والmounting التركيب والstaining الصبغ هذه كل الخطوات المتبعة في مختبرات الهيستو تيكنيكس من أجل تحضير قطعة النسيجة steps in histotechnics أو الخطوات المتبعة في المختبرات النسيجية من أجل معالجة pre-bearing وprocessing للأنسجة أول شيء الفكسيشن التثبيت الخطوة اللي تليها declassification أو عملية إذابة التكلسات في بعض الأنسجة الصلبة if required يعني لو اضطررنا لها في بعض الأنسجة الصلبة زي الأنسجة العظمية processing and embedding المعالجة والتدفئة والsectioning تقطيع الأنسجة وتقسيمها والmounting التركيب والstaining الصبغ هذه كل الخطوات المتبعة في مختبرات الهيستو تيكنيكس من أجل تحضير قطعة النسيج للفحص أول شيء الفكسيشن الفكسيشن definition أو تعريف الفكسيشن هو process by which constituents of cell and tissue are fixed in chemical so that they will withstand يعني هي treatment يعني هي الprocess أو العملية المتبعة اللي تقوم بتثبيت محتويات الخلية أو النسيج باستخدام الكيميكالز أو المواد الكيميائية يعني نحن ثبتنا المحتويات النسيج أو محتويات الخلية والأورغنيلز العضيات الموجودة فيها باستخدام الكيميكالز أو المواد الكيميائية وهذه تضمن لي minimum loss or decomposition يعني تضمن لي إنما نفقدش جزء كبير من العينة أثناء عملية نقلها ومعالجتها فبالتالي ما نفقدش الخلايا أو ما يحصلش تلف للنسيج لو نبنعرف الفكسيشن بطريقة أسهل إنسان بولورد إت بريفينت أوتوليسس أوف تيشو يعني هي عملية منع التحلل الذاتي للنسيج التيشو فكسيشن شن التيشو فكسيشن العملية هذه على إيش تعتمد ذا بريفينت أوتوليسس أند بكتيريال أتاكس يعني العملية هذه الفكسيشن أو التفبيت تضمن لي منع تحلل النسيج والهجوم البكتيري على النسيج نمبر ثو فكسي تيشو لذي لا تغيير تحلل النسيج والشيب دورين بروسين يعني تضمن لي العملية هذه عدم تغير حجم النسيج أو العينة وعدم تغير شكلها أيضا أثناء عملية المعالجة نمبر ثري يعني العملية التثبيت هذه تضمن لي أن النسيج يكون سليم ونظيف وجاهز لعملية الصبغ والتقديع يعني هنا لضمان أن النسيج يظل زي النسيج الحي الموجود في الجسم البشري وحتى لا نفقد منه حتى السمول موليكيول المفروض أنها ما تنفقدش منه أثناء عملية الفكسيشن الفكسيشن في المادة المثبتة والبروتين الموجود في النسيج حتى ينتج لي مادة هي هذه المادة تشكل لي زي الجل وتقوم بحفظ هذا النسيج يعني تحفظ لي النسيج إن فيفو داخل المعمل كأنه نسيج حي وما كأنش تغير أي شيء من مكوناتها type of fixation أنواع الفكسيشن أو التقنيات المستخدمة في التثبيت emergent fixation طريقة التثبيت بالغمر perfusion fixation طريقة التثبيت بالتعويم الفابور fixation طريقة التثبيت باستخدام البخار والspray fixation التثبيت باستخدام البخاخ وfreeze fixation تثبيت باستخدام التجميد والmicrowave fixation التثبيت باستخدام المايكروويف الطرق هذه نستخدم أي منها لتثبيت النسيج حسب طبيعة النسيج وحسب المناسبة لكل نوع من الأنسجة type of fixation هنا المواد المستخدمة في التثبيت في عندي الالدهيدس الالدهيدات الميركوريلس المواد الزئبقية له هنا مشتقات الزئبق ومشتقاتها الالكوهولس الكحليات البكريتس أو البكريك أسد والأكسيدايزينج أجينتس العوامل المؤكسدة أو المواد المؤكسدة الكومن افيكتس أوف فكسيشن شن هنا التأثيرات على النسيج لما نجيه انثبتة أو شن الحاجات اللي حتصير للنسيج أثناء عملية الفكسيشن أو التثبيت باستخدام المواد اللي حكينا عليها في طبعا منها حتكون مميزات وبعضها حتكون عيوب فإنهيبيشن أوف أوتيليسس يعني تطبط عملية التحلل الذاتي للنسيج وهذه تعتبر ميزة هاردنينج أوف تيشو تصليب النسيج ممكن تكون ميزة لأنها تساعد في عملية التقطيع سولدفيكيشن أوف كوليد ماتيريال تصليب المواد الغروية أو الغروانية أيضا تعتبر من المميزات الأوبتيكال ديفرينشيشن أو التمايز البصري ممكن أيضا للنسيج يسهل تمييزة أو تمييز الأجزاء الموجودة فيه داخلها زي العضيات أو الأورغانيلس الموجودة داخل الخلية فيه الأفكتس أون ستينينج هنا تعتبر من الديس أدفانتج أو العيوب للفيكسيتف ممكن أنها تؤثر على عملية ستينينج أو عملية صبغ النسيج حسب نوع المادة المستخدمة في التثبيت اللوز أف ماتيريال ديورينج فيكسيشن ممكن نخسر بعض المواد أو بعض مكونات النسيج أثناء التثبيت وهذه أيضا تعتبر ديس أدفانتج أو عيب في عملية الفيكسيشن تيشو شرينكاج أو تقلص النسيج وانكماش النسيج وهذا برضو يعتبر من العيوب تانكيو هذه المحاضرة الأولى من محاضرات تقنية الأنسجة وبالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر